اشتركوا في القناة التي أخذت أحسن مدينة في السنوات السادسة في المعيشة المرتفعة والعالية من نسبة الجودة للحياة فهذه المدينة هي من أحسن مدن العالمية أحييكم منها وفيها كذلك تعلمنا أسس الديمقراطية والحوار والرأي والرأي الآخر كما رأيتم في العنوان عنوانته بالمقاطعة مستمرة رغم أنف السيد داودي ورغم ضغوطات شركة السنترال الخرجة التي خرج علينا السيد داودي تاني مؤخرا لذلك تلقى المقاطعة أسكتات أبيت إلا أن تأتي شوية بالدلة شوية للفخار وتزيد شوية للزيت وتشعل فيها الله يرحم لك الوالدين بارك الله فيك السيد داودي وإحنا صايمين الله يرحم لك الوالدين والله يكتر من ذلك وهضر معاشي وحدين من العدلة والتنمية ذلك المستوزرين يخرجون تاني لذلك المستوزرين يخرجون لذلك المستوزرين لك الوالدين كل شيء مستور وخبي إلا أنتم صاحب العدلة والتنمية لعجبكم الحال خارجين كل شيء ضرب الطم لا يعرفون بحل ما يكون هناك لو أنهم لا يقاطعون وهم لا يحكمون وهم لا يحكمون هذه الحكومة لا يصوقون وأنتم الذين يقومون لدينا فيها العياقة وخرجوا لدينا السيد داودي وقال لك مواطنين دين المعقول ومن المعقول لك الذي يكون لديه حسن النية لا يقاطعون ماذا أقول لك لديك حسن النية أنا أقول لك بعض القضية أنت بعد ذلك أبعد ما تكون لديك حسن النية نحن نشكو فيك نقول لك أنت حرورية تدفع على شركة سنترال الإنسان يريد أن يشكو فيك وليس لديك شيء خاص نقول لك لماذا لدي الحق أنا نشكو فيك وخا لا يوجد دليل لأن هنا كما يقولون أنت أنت يا فرنسي أنت عندك عندك جنسية فرنسية وكتدافع على شركة فرنسية يعني أنت أنت كتدافع عليها منطلق وطني هذا المنطلق الوطني الثاني أنت المفروض لو كنت ذكي أو كانت محكومة ذكية ما تخرجك هذا المعلم على هذه القضية حيث أنت لا مصداقية لك أصلاً أنت فرنسي أنت نصيص ديالك فرنسي ونصيص ديالك ما عرفناه جواجم زيان مغربي أنت العربية ديالتك شوية بندية مكسرة مهرسة شوية فما تبدوش تلعبو علينا العشرة وما تبقوش تهضروا معنا على أساس أنكم المعرفة كلها عندكم أصلاً أنا أعلم اشتواء القضية لك تهضر لنا أنتما لا بغي تخسروا هذا الاقتصاد ديال البلاد وكذا والله العلي العظيم لو كنا في بلاد العدل وبلاد الديمقراطية والله كلكم دخلوا الحبس قسمان بالله العلي العظيم لأن كيف لكم الحق أن تجعلوا هذه المادة الحيوية المهمة الحريب في شركة وحدة وأوروبية وزيد على ذلك فرنسية فرنسية نعرف كيف تتعامل مع المستعمرات تتعامل معها معاملة السيد للعبد لا أقل ولا أكثر وتفردوا شروطها كما أرادت سوف نسوّ لك هذه المشكلة التي لديك أنت تهتم واحد جانب أخر واذا تجريت عليهم واذا تجريت عليهم تدول في العالم أنا أعلم أنا 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 أعلم أعلم بروجيكتات بروجيكتات فهذه الشركة العالمية الوقت نجري شركة ليس شركة أخرى أنا نتكلف بهذه المعاملة مثلا رغمين ممكن أن نجري شركة من شركة أخرى ونجري على الخدامة كلهم من المستحيل حتى الشركة أمريكتات تبيعني تفرض علي حتى نأخذ الخدامة كلهم من المستحيل لا تستطيع تبيع لماذا لماذا أعلم 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 أنتم المحكومة أنتم الذين تهمون أننا لا نحن 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 أعلم أنت فرنسي أنت أعلم الفرنسية وأرفض أتكلم بها وأخرى أنا أكره لغة المستعمرة أتكلم الإجليزية أتكلم أي لغة فرنسية والله إني أرفض أن أتكلمها حيث كان عرفت تاريخ وكان عرفت تاريخ السيئة الأسود الذي مر علينا في المغرب وفي الجزائر والتونس وكذا نحن نرفض والله نرجو أن المستثمرين كلهم يكونوا خارج فرنسا لأن فرنسا لا تستعمر لا تستثمر فرنسا تستعمر بمعنى الكلمة وأنت والله لا مصداقية لك أنت فرنسي أنت النص ديالك فرنسي مقابلينك ما المفروض لا تكون في هذه الحكومة أصلا لكن نحن نحن نساكن مهاجرين لا لدينا الحق تنسوطه ولكن أنت عندك الحق تحكم وأنت عندك الحق تخرج على العلال وتدافع على شركة نريد أن تحفظ الحقوق العمال المغاربة نريد أن نرى هذه المغاربة مع الشركة الرومية الفرنسية مضمونين أو مضمونين تقول لي الشركة الفرنسية تقدر بين ليلة واحد ضحاة أفلاح لا تنسوا والعلم تزل المال تزل المال تتحمي البلاد يجب أن تتحمي المجال أنتهم لأيض حتى تزاعد يمكن أن تنسوا مغاربة وخباح يمكن أن نعرف يمكن أن تتحدث أولاً يمكن أن تتحمي الناس وكل يمكن أن يطلع أولاً فأعمل هذه الشركة الفرنسية الصهيونية وإذا حميتوا الحقوق دياله أن الحقوق دياله لن تهضم فهو الذي إذا أبسخ أحدهم العقد أن تتم تعويضات على ملد الشركة الرومية الصهيونية ستخرج ويجرين عن فلاحة ما ترش عندهم الحليب ويجرين عن خدامة أصافي بونسوار تحاجة ما كيش أن دوزيام جيم ما كيش أن دوزيام جو أنتوما فينكم أنتوما دابا والله العلي العظيم كدلوا على أنكم والله لستم في المستوى وزير يتكلم بهذا المنطق والله العلي العظيم والله تجي طلب عندي الخدمة والله لأخدمتك ونسمع هذا الحوار ديالك هذا كل هذا دون المستوى هذا لا يستطيع أن يوصل المفهوء المعلومة بطريقة ناقية يفهمها العقل ويفهمها أنت تخيب موفي بونافير مثلا نقولها لك هكذا كنت تسمعه أنتوما على هذا الحساب كتشدوا الشعب كتبيعوه كتخطوه في المزاد العدني ما كتضمنوا ليش ما كتضمنوش نحن يديري لكم حناية في الواجهة باش تضمنوا وتحميوا لنا المصالح ديالنا شكتديروا أنتوما أنتوما سامحين فينا أنتوما مصدقين من نهار الأول الله يرحم لكم الوالدين إلى ما ينشروا هذا توصل إلى سيد داودي في ودنوق وتوصل على هذا اللي كيتحكم سيد داودي للفوق هذا هو ما اللي كيخدمون الشعب هذا هو كيخدمونها بمعنى القلمة الكلمة ديالداريش كيخدموا فينا كيخدمونها ها السيد داودي بغيناكم تهضروا على ألف وسبعمائة مليار ما لكم موقيتوش كاتهضروا عنها أشفارة صاحب جلالة محمد السادس نصره الله يكسوا لكم أنا هي التروق ها هي صاحب جلالة أبو سبعمائة مليار بخونا بغيناها ترجح ها يكون هذا هو الحديد اللول ديالكم والأخر ديالكم أو في المستقبال أن يكونوا الفاشلة هاد الفاشلين بحكموا هم اللي كيكونوا في الوزارات كيخسكوا واحد لحسبهم انتوما كيفاش انتوما تحتووا الحليب كله هادا هادا برودوكس هادا برودوي لحياوي مهم للأمل القومي والغدائي المغاربة تحطوه في يد شركة وحدة وعندها حصة الأسد في البلاد والله العلي العظيم لانتوما كيخسكم دخلوا الحبس وانتوما المغاربة كيخسوا ميرفضوا يقبلوا منكم احتكلمة والله تم قاطعين ده بعدوش مقاطعين معنى الكلمة وشوفوا هالإخوة احنا غدين قاطعوه بجاديك السنترال تفرقع تنشيد سالة ومنين ساليهم السنترال قاعلك يتحوجوا شدين العنق ديانه وشد شعب للسانه ومتحكم لي في القد ديانه انتوزوا البوته هوايا وانتحنوا بوه نديروا ليه المقاطع هاتوا شوف انا رو ما كنسبش انا رو ما كنعبر واني صائب كما يقول الله واني صائب لكن الكلام اللي اسمعتنا والله لا يبشروا بالخير على هذا الحساب رو ما شيحنا اللي خوانا يخرجوا كتقولوا الخوانا القطع المدوخين والله يمكن المدوخين قد بكم انتم اللي سينيتو كونتراعز بهذه الطريقة وتحطو الامن الغدائي والقومي ديال المغرب ديال المغاربة تحطو فيد شركات صهيونية خاجين من برا اه ما كتعرف غل البرودوي ديال غل البرافيت وكتقول بفمك هذا رمتيفة مشتعجي الزرز قومي يزيدو وانتم ما علاج حنا نحط يكون فيد المحكومة هذي باش تحميو لنا الصفاقات حنا ما كنقزوش طويلة وكنشوف لي ما كنحتوش لي كونديسيون باش نحميو الشعب ونحميو المواطن ونحميو الامن القومي ديالنا وصلتوا القيمات خيانة الامن القومي والله العلي العظيم قصما بالله ونصيب هالطريقة التي تتكلم بها انت والطريقة وكيف اصدر ضعب بين الليلة وضحها 10-30% 10-90% خدامة ما تخطيش حليب من 30% ديال فلاحة الله ودي والتي هي الامر والناهي في البلاد واش كلك يحكم هذه البلاد هذه يالما ما لقي كتحكمها فرنسا عنا حصر لها هذرا اللي كتقول انت رايش اللي كي يبال ليا انا هذرا لا يقبل ما يقبل ما يلا يقبل من التوحد انتم سبما لكم ما يتستعبدون وصف بلادنا والله ما يقبلوها لكم هذا نداء الى المغاربة الاحرام هاد المحكومة هاد 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 اللي كيقول لنا حسنية والله اننا نشك فيهم كلهم وما بالك تستدى وديرا فرنسي بالنسبة ليا انا انت كتجد بريزونتي شركة فرنسي وصف البلاد يعني الكلام ديال كله تحافظ عن المصالح ديالا نحن نرفض الدودي من اليوم الدودي لا يصلح لنا الدودي عنده ازدواجية الجنسية وحنا عدنا مع شركة فرنسية هو يتكلم عن الشركة الفرنسية ويتحنبوه نحن يقول لي نحن حسنية واللي وطني اللي وطني غيقطع اللي وطني غيقطع امين والله العلي العظيم شمع السعب المغربي شمع أنا دم يا أنا نتكلم أنا دم والمتع يلا أنا ندي الراسي الناطع ديال المقاطعة الدولي منكم الحمس شوف قاطعوا يعني شي صنطر بوهم دخش درمزان في التاريخ احنا تعطينا التسع ويطيح بو القصيصاد المغربي طيح بو الكلب احتل سبع الخريف لتحتبوه احنا بغيناه ما عندنا استقلال والله يتنمو توجع ولكن ما يحضر الراس هذا شي بزاب هذا شي تتعدى هذا دابا انتم المستوزرين المحكومة ديالوالو تدفعوننا إلى منطقات عدم الرجوع مرة ثانية احنا قلنا لكم للأسف انتم والله دون المستوى والآن احنا كان طالب صاحب جلالة محمد السادس نصر الله أنه يتأخذ قرار ضروري يتحمل المسؤولية اللي على الكاتف ديالو احنا كرعية ديالك نطالب تحمل المسؤولية ديالك هاد الحكومة لا تحكمونا وما تصلحش لنا احنا هاش يكونوا واضحين ورطا عليك ولكن هذا رجاء مسترجعك صاحب جلالة ديلينا حل هادو يعطونا التساء ما يصلحوش لنا هادو يبيعونا مصالحنا هادو يقدمونا نحن بحل الاغنام في الصوق اللي جاي يشري فينا ويبيع فينا كيف يبقى هادو سبحوا في كل شي هادو سبحو في البنية التحتية كلها المعلوم الفرانستراب شو facو يا هادو سبحو في الضو سبحو في الحليب سبحو في كل شي هادو خطار علي المجتمع هادو يبيعون هادو 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 وشو يعيشو في ستراسبورغ ولا باريز ولا بوردو ولا كادا وكنسونا المعلم البلاد رادياتنا احنا احنا اللي غير نبقوا فيها وليداتنا والأحفاد ديالنا فنحنو ما نخاف على هاد البلاد وحنا اللي نحسن نياف هاد البلاد مش هادوك هادو كلهم مرتصقة لا يهمهم إلا الاكتساب في مراكزهم وكيدينو داكشي اللي يبغى منهم داكشي اللي الفوق شكوناه والله وعلم شكريك يحكم فيهم احنا ما كنعرفوش لكن احنا ما كنستفدو والو كستفدو والوناد الشركات احنا المعلم ندخلون لنا ستسبعات منية الشركات هم اللي يأخذوا الحليب مادنة حتى مشكل وتكون منافذة بضياتهم والتاحب تكون عنده حصة الاسد سبعين مئة والثمانين في المئة ديال المارشي ويدير فينا العشره ويخرج علينا الديركتير دياله ويحلبوه الكلب هو اللي يحكمنينا في المغرب يقول لك انا را ادرت انا اندي استيز وانا درت هادا وكهادا وغضي الحيدو هادا ورشخوا لكم هادا وانتو ملي قطعتونا احنا ما عرفناش حلاج واحنا رغم نزلوه الى تسان مئة وقد ينحيدو الثلاثين في المئة ديال الحليب ورغم الله ولا هو الامير في البلاد انا واعا مرجي يدخط علينا وسط بلادنا هو لا حول ولا قوات الا من الله العلي العظيم نحن احرار والله اتواحد ما غاديش يهضر معنا بحلاكو يمشي يمشي لا بس لا والله العلي العظيم انا والله العلي العظيم مطح دانون ولا السنتران فكرشي ما حييت ماشي تنزلو الثامان ولا شعر والله ايمن ما تقلد دخل الدار ابدا والله يتانا والله يتنحرم على راسي انا والله من اليوم سنتراد دانون حرام علي يحتلق الله والله ايمن تستعمرون تاني قصما بالله وما غاديش نجمعوا احتلشي واحد يبيعنا احنا يجي بدي يهضر معنا بهذه الطريقة خارج علينا في المغرب ايان مرة خارج علينا في دلزم مرة في المغرب ايان مرة يقول لكم ماشي مواطنين مرة يقول لك الحسنية والله لقيتيني صايم قصما بالله العلي العظيم وقال لك بالاخير لا حرية التحرير حرية التعبير ما في عاش النقاش وغا ناقش اني قد جيت خربق علينا هذا الشي اللي بغيته غا حبسو عنينا تالهضراء حبسو عنينا كل شي حبسو عنينا تالهضراء ولكن المعلم ليس البارحة كاليوم انتوما المشكلة ديالتكم انتوما هذا الجيل ديالستين سنة الفوق انتوما صاحب الزرواطة انتوما رباكم البصري انتوما تربية ديال البصري ما زالك تحسوا الزرواطة وراء ظهركم ما احنا لنا المعلم احنا ماشي ولاد البصري احنا البصري رفضناه وخرجناه من المغرب احنا هذا الجنراسيون رفضنا هذاك رفضناه لانه مقدرناش قولا اللهم انا هذا المنكر مقدرناش نعبره على راسنا مالقناش للأسف ليحتوينه مالقناش ساحة تنادي اللهم انا هذا المنكر لكن المغربة دم الحمد لله وصلوا لدرجات اللهم انا هذا المنكر فلذلك لزاما علينا اننا نصرخ ونتكلم كذلك من اوروبا ونكون صوت هذا الشعب ان كان له ليس له صوت او كذا ولا يستطيع ان يتكلم في اشياء معينة فاجرون على الله وان ادعت الضرورة احنا نسمحوا في البلاد انسان يخصوه يضحي بشي حاجة والله احب شيء الي هو بلادي يقولك تغنجي البلاد وتمسحوني تحبسوني ما تخلونيش ندخل شغلكم هذاك اما انا نجي البلادي والله تنجي وانتم ما حبسوني لكن والله العلي العظيم لن اعطى رجع عن كلمة الحق اشترى بزاف المعلم هناك صوت بين القوسين انا اضرت عليه واحدة بطاقة وعباد الله ادخله عني وبدأ يقول كيف يتعني وماذا كان يعني اره معروفة اره لم يسع انا سنفتح عليها القوس غبرت علينا هاته تلت شهور تلت شهور ماذا نعنى هاته ونحنا تلت شهور ونحنا ندخل الاسد كشوف وهاته الوقت يتخرج لنا خرجاته ودرباته شيء لكل جانب الاخر كنت انه يضرب فيه ضربت أخ نوش لأن الدور دياله سالة يعني تعطيها لفوفير لكي تضرب ضربت أخ نوش لكي تضرب فيه درج سيمانات وزيدت عليه السلعة عثمانية عثمانية ما كاينة ما بغيت عنده وزيدت عليه العدلة والتنمية بالعسم لكي ما سمنا على الأحرار الشراكية التي تتلح في الملوك لا يدخل علي شيء واحد يقول لي أنت تدافع العدلة والتنمية لما الداود يباله برتقيزي يتاور العدلة والتنمية أنا معلم لا تخلطوش وخليكم واعيين أنا أشوك في ما يصاب طيروا وتنزلوا وأنا كنحللها أنا ورا ماشي غليون كنشك فيها أنا رحطت عليها فيديو هادي واقي لعاب ونص وضربتها وقلت فيها هادي شلي كنكروا ثاني أنا ما كدوش ليها بخاطري هاديك كتركب وهاديك عندها دي ميصاج كتتحرك بدي بريموت كونترول ورا بيني وبينكم الزمن عندي دالين ما عنديش دالين لكن كلامها وتحليلها والمستوى ديالها ضعيف ضعيف كزاف باش يرفعوها ويجلجوها ويقدوها لنا يناو واش نسيتو النيني نسيتوه رأس يتدصين قايمان معلم إنها نفس المسألة ونفس اللعبة بقاو ناسين وقد ضربوا ديما بنفس المهلاس ما نقول لكم أنا؟ شكو فينا كنا؟ أنا شكو فيها شياد الحماس والهضراء والتقلقين شكو في كل شيء اللي يخرج قاعد اللي يخرج ويقدر محصوا كلابو حطو باش يخرجوا الميزان يخرج باش يخرجوا نحن نريد أن ننشر الوعي بينكم نحن نريد أن تكون لديكم استقلالية في الفكر كل واحد يعرف عناش مقاطع رأى حق تنجح هذا المقاطع إلى التام مقاطع حيث مقصر ولا حين سمعتي كلامين فرأى لا فايدة فيك ولا صلاحة فيك ولا خير فيك نحن نريد أن تقاطع لأنك مقتنع أنك مقتنع لأن القوة الشرائية ديالك ضعيفة مقاطع حينتما هذا السرعة غالية مقاطع حينت الجودة ماشي في المستوى مقاطع حينتما لوك هذا هو الذي نريد منكم أي واحد له هذا يجي عندنا ونحن نتعاون معه وعلى رأسنا وعينينا وأي واحد بغي يغير انترتايمنت وبغي يقصار وبغي الفوضى يحطينا اتساع يمشي لزبالة يلا كيف يجادكم هذه نحن نبغينا الناس اللي يقاطعوا عن وعي الله يرحم لكم الوالدين نحن نبغينا نبدلو هذه البلاد هذه نبغينا إن شاء الله نشره الوعي وراء صاحب الجلالة محمد السادي نصره الله مطالب أن ينصفنا ويخرج ويقول لنا هو فيه نحن نبغينا نسمعوه نصره الله نبغينا نسمعوه رادخناه صاحب جلالة وصاحب جلالة راح ندخناه ما بقينا عارفين والو راء الحكومة هذه والله إننا نكرهها في الوطن وفي الله لا نحبها وإنها والله محكومة والله لا خطواتها كلها والله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحتاجون إلى الرشد والإرشاد مقلخين ونفدون المستوى فبالله عليك لابد لك أن تتقدم وتقول شيء في هذا الموضوع خرج علينا وكل لنا حبصوا المقاطعة كي جاتك هات يا صاحب جلالة محمد السادس نصرق الله كلنا أي شيء باش نعرفوه احنا فين واقفين واش كون معنا واش كون ضدنا هاتش يبغينا يا صاحب جلالة هل هذا كثير من الرعية؟ والله ليس بكثير لأننا نحب هذا الولطان ونخاف عليه ونريد له السلم والسلام والأمن والأمان نريد هذا تحت صقف الله الوطن المالك لأننا نعرف أن الكثير يتربصون بهذا البلد والله إنه الكثير ونحن والله لن نسمح لأحد أن يتجاوز على هذه البلد لكن نحتاج إلى رعايتكم الله يرحم لكم الوالدين الله يجزيكم والله ينصركم ضروري تخرجوا تقولوا لنا كلاب باش نعرفوه احنا أين واش احنا على غلط أمورنا خرج علينا وأمرنا قل لنا لا تنقاطعوا صربوا الحليب مش صربوا الحليب لكن خرج علينا الله يرحم لك الوالدين الله يجزيكم بخير أقولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله باي باي موسيقى موسيقى